بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم حبيبي وكل متابعين قناة حنان البراكي النهاردة حبيبي أنا عاملة فيديو دهات معاكم النهاردة وزي ما شفنا على إنوان الفيديو اللي أنا شفت ليلة القاتر وشفتها ويعني أنا مبسوطة جدا جدا وسعيدة وأسعد إنسانة اللي أنا شفتها وعشان كده أنا عاملت معاكم الفيديو دهات النهاردة وأحكي لكم أنا شفت إيه بس يعني قبل ما أبدأ الفيديو وأحكي لكم على اللي أنا شفته نبدأ كدهات الفيديو الأول بقى أقول لكم بقى أنا شفت إيه يعني ليلة 24 من رمضان نعم أنا شفت ليلة القاتر في رؤية فأنا هحكي لكم الرؤية اللي أنا شفتها واللي عنده تفسير اللي أنا هحكي لكم عليه دلوقتي يعني ياريت اللي هو برضو يكتب لي تعليم ويقول لي ويقول لي التفسير اللي أنا شفته ده هوت إيه يعني أنا شفت بصراحة رؤية جميلة جدا 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 نعم خلتني يا قمت من النوم كنت مبسطة جدا بصراحة وحبيت اللي أنا يعني أعمل الفيديو ده هوت معاكم من النهاردة يعني ودردش معاكم وأقول لكم برضو إيه اللي أنا شفتها وشفتها في المنات وشفتها بيعني يعني رؤية جميلة جدا جدا وحنقول لكم باي عليها زي ما قلت لكم هي كتت في ليلة 24 من رمضان نعم أنا القوضة اللي أنا بقعد فيها يعني إيه هي على الشارع فأنا كنت قاعدة في القوضة فبعد كده هوت بفتح البلكونة يعني إيه الرؤية دي كنت أنا شايفها يعني من بعد الفجر كده هوت يعني كانت الشمس ما طلاهيتش كانت السماء صافية زرقة كنت شافها بالشكل ده فلما أنا فتحت البلكونة فجنب في وش مننا على طول بيت في وشنا على طول بيت جنب البيت ده هوت السماء بتبقى يعني السماء كده بتبقى ايه جنب منه كده هوت يعني السماء بشوفها جنب اتنين بيت يعني لأنه في عندنا بيت عالي يعني في وشنا على طول وهي بقى إيه شفتها بقى إيه شفت في السماء بين البيتين دولة شفت بقى إيه برواز كده هوت يعني هو مش برواز متغلف بالإزاز هو عبارة يعني عن برواز ورا مربقة فاللي أنا شفت بقى إيه اللي هو كان في السماء وعليه بقى كلاب ما في النص كده هوت كلمة الله وحوالين كلمة الله في النص وحواليها الله عز وجل فكانت حوالين كلمة الله فبعد كده هوت أنا ما كنتش كنت في زهول وما كنتش مصدقة نفسي بصراحة اللي أنا شفت كده هوت وقت ساعتها اتصدمت كنت في زهول وقلت النفسي في الحلم يعني في الرؤية قلت النفسي كل ده علشاني أنا فكنت في زهول ساعت فدخلت من البلاكونة وقعدت على كورسي وأنا عمالة بدماغي كنت مزهولة ساعت فلاقيت بقى البرواز ده هوت نزل من السماء كان الكلام اللي جواه بلون الدهب وحوالين الكلام الأرضية يعني الخلفية اللي هي ورا الكلام أبيض فلاقيت اللي هو نزل من السماء ودخل عندي القوضة وعلى السجادة يعني أنا دخلت وقعدت على كورسي ولقيت اللي هو نزل على السجادة قدام مني وقعد بقى إيه يعني بقى عمل زي كده زي موج البحر بقى عمال بيروخ وييجي نفس النظام إيه زي ورقة كده وبتتحرك إيه زي موج البحر كده هوت فأنا ساعتها كنت مزهولة جدا ساعتها وفي رهبة جمدة مش قادرة أصف لكم يعني اللي أنا كنت فيه بس كنت مبسوطة جدا جدا وساعتها بقى إيه المفروض اللي أنا خلاص عرفت اللي أنا في الرؤية كانت الرؤية دي بنيت ليلة القدر فأنا عرفت ساعتها اللي ديك ليلة إيه ليلة القدر فساعتها أنا دعيت أعدت هذه أدعية فأنا مش هقول لكم بقى أنا دعيت بإيه لأن حاجة بيني وبين ربنا بس أنا دعيت على اللي أنا بتمنى وربنا حققهول يا رب بعد ما خلصت أدعية كل ده هوت والبرواز عمال بيتحرك كده اللي هو والكلام اللي بوا يعني بقى بيتحرك كده قدام مني زي موج البحر فبعد ما خلصت الأدعية جيت قدام منه ورحت بقى إيه وسجدت ركعتين شكري لله وحمدت ربنا اللي أنا شفت ليلة القدر وسجدت ركعتين لله وبعديها لما قمت كده هوت من على الأرض فلاقيت البرواز ده هوت بدأ اللي هو يطلع من قدام مني واحدة واحدة وبعد كده هوت بدأ أنا بحكي لكم شعري عمال بالكشعر الجسمي لأن الرؤية بصراحة يعني جميلة جدا جدا فلاقيت اللي هو بدأ اللي هو يطلع تاني وبدأ اللي هو إيه راح بقى إيه طالع في السماء فبعديها بقى إيه أنا دخلت بقى إيه بقول للأولادي لأنه مما كانوا أولادي وجوزي في الرؤية بقى فبقلهم إيه بقلهم مش أنا أنا شفت ليلة القدر لأنا بقى حكيت لكم عليه ده هوت كنت أرى بحكي لهم إيه عليه في الحلم يعني فهما ما شفوش حاجة وما سمعوش حتى الأداية اللي أنا كنت بقولها وما حسوش بيه فهما كانوا يعني إيه لما أنا حكيت لهم يعني مش عارفة يعني أنا شفت الرؤية وفي جوه الرؤية كنت عاملة بحكي لأنا شفت إيه شفت ليلة القدر فبقلهم عليه يعني فحكيت لهم كل اللي أنا إيه اللي أنا قلت لكم إيه دلوقتي يعني فلما قمت من النوم بقى وكده خلاص أنا كده يعني قمت من النوم كنت مبسطة جدا وخلاص اللي أنا إيه اللي أنا شفته ده هوت كان بإيه يعني شفت ليلة القدر ودعيت الأدعية اللي أنا تمنتها ودعتها وربنا يا ربي يتقبل مني يا رب ولما قمت من النوم صلت ركايتين شكري لله اللي أنا شفته وبحمد ربنا اللي أنا شفت الرؤية الجميلة ديه يعني بصراحة رؤية جميلة جدا جدا عشان كده أنا حبيت اللي أنا أعمل معكم الفيديو ده هوت وقال لكم اللي أنا إيه اللي أنا شفته ولو حد يعني عنده تفسير في اللي أنا شفته ده هوت يعني يا ريت اللي هو يكتب لي تعليق ويقول لي يعني ويقول لي على التفسير الرؤية اللي أنا شفتها ديت بس كده حبيبي يعني بحبكم جدا جدا في الله كان معكم حنان الوراكي ومنادة وفاتحي يا ريت اللي لسه متباني يا ريت كده تدعمونا كده حبيبي بالاشتراك في القناة يعني عشان يوصل لكم من كل الفيديوهات اللي أنا بقدمها في القناة يا ريت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شك 800pm شك 8 شك 8 شك 3 شك 8 شك 8 شك 8 شك 8 شك 9